يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوذِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ الحمد لله الحمد لله حمدًا يفوق حمد كل محمود سبحانه وتعالى وهو الحكيم الودود حذرنا من منع الزكاة بعقابٍ تقشعر منه الجلود وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا والد ولا مولود شهادةً نتقِي بها نارًا الناس والحجارة فيها وقود شهادةً تُنقِذُنا يوم يكون الناس بين شاهدٍ ومشهود وأشهدُ أن سيِّدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله شرَّع الشرائع وحدَّد الحدود ففرض على المسلم أداء الزكاة دون نُكرانٍ ولا جُحود صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا في نشر الإسلام كل مجهود فنالوا من الله النصر المنشود وعلى التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الموعود أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله في السر والعلن وذاروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمُ أَعْمَالَكُمْ وَيَخْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أيها الأحباب يقول الحقُّ سبحانه وتعالى في مُحكَم تنزيله أَدَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَذَكِّرُهُمْ بَأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ومن أيام الحقِّ سبحانه وتعالى ومن نفحات الحقِّ سبحانه وتعالى ومن كرم الحقِّ سبحانه وتعالى على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هاتِه النفحة المُبارَكة التي نعيشُها اليوم ألا وهو يومُ عاشُورًا هذا اليوم الذي نجَّى فيه الحقُّ سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام من فرعون وملئه وهو يومٌ لشُكر الحقِّ سبحانه وتعالى ولإظهار نعم الحقِّ سبحانه وتعالى ولهذا لما دخل سيدنا وحبيبنا المُصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المدينة المُنوَّرَة فوجد اليهود يصومون هذا اليوم المُبارَك فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب صيام هذا اليوم فقالوا إنما نصومُه شُكراً لله لأن الله سبحانه وتعالى نجَّ فيه سيدنا موسى عليه السلام فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بسيامه في بداية الأمر ثم جاء النسخُ إلى استِحباب وقال عليه الصلاة والسلام نحنُ أولى بموسى منكم وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام المُسلم يُميِّز المُسلم عن غيره لو عِشتُ لقابل لأصومنَّ التاسع والعاشر ولكن انتقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى الرفيق الأعلى ولهذا استحبَّ ساداتنا العُلماء رضوان الله عليهم إذا صام الإنسان المُسلم يوم عشورًا أن يُقدِّم يوماً قبله أو يُؤخِّر يوماً بعده مُخالفةً لليهود أيها الأحباب تعرُّضًا لنفحات الحق سبحانه وتعالى في هذا اليوم المُبارَك الذي لما سُئِل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام الترمذي إني أحتسِب على الله أن يُكفِّر السنة الماضية أي إذا صام الإنسان هذا اليوم يوم عشورًا احتسابًا للأجر عند الحق سبحانه وتعالى وفرحًا واستِبشارًا بنعمة الحق سبحانه وتعالى عليه يُكفِّر الحق سبحانه وتعالى عنه سيِّئات عامٍ مضى فبهذه النفحة المُبارَكة هناك عادةٌ حسنةٌ مُبارَكة من أهل الجزائر أنهم أيها الأحباب يُخرِجون زكاة أموالهم في هذا الشهر المُبارَك وبالخصوص في هذا اليوم المُبارَك فهنيئًا عباد الله لمن برَّأ ذمَّته وطهَّر نفسه وزكَّ ماله هنيئًا له السكينة والطمأنينة يقول الحق سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقةً تُطهِّرهم وتُزكيهم بها وصلِّ عليهم إن صلواتك سكنٌ لهم وويلٌ عباد الله لمن ضيَّع زكاة ماله ولوَّث نفسه وويلٌ له من عقوبةٍ لا يموتُ فيها ولا يحيى عباد الله من أدَّى الزكاة فريضةً فيكفي أن نعلم أنَّ ثوابَه ينمُو ويربُو ويتضاعفُ عند الرحمن حتى يكون أعلى من الجبل قال الحق سبحانه وتعالى مثلُ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمذل حبَّةٍ أنبتت سبع سنابل في كل سُنبُولةٍ مئةُ حبَّة والله يضاعفُ لمن يشاء والله واسعٌ عليم أما عقوبةُ رفضها عباد الله فتتمثلُ في أمرين سوءُ المعيشة في الدنيا وسوءُ العذاب في الآخرة أما سوءُ المعيشة في الدنيا التي تنزلُ على مجتمعٍ لا يُخرِجُ أغنياؤه زكاة أموالهم فاستميعُوا للنبي صلى الله عليه وسلم يُبينُ ذلك حيثُ يقول فيما رواه ابنُ حبَّان والحاكم وابنُ خُزيمة قال عليه الصلاة والسلام إذا أدَّيت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شرَّة والحديث يدلُّ بمفهومه عباد الله على أن المال بدون زكاة كلُّه شرٌّ ونقمةٌ ووبالٌ على صاحبِه لا يحيى به إلا حياة التعاسة النفسية والمادِّية في الدنيا ومن تلك التعاسة عباد الله جفاءُ القلوب وجفافُ الأمطار والأخذُ بالسنين والأزماتُ الإقدِصادية وانتشارُ الفقر المُدقِع ونزعُ البركة من المال والبنين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابنُ ماجَة ما منع قومٌ الزكاة إلا منعُ القطر ولولا البهائم لم يمطروا نعم عباد الله هذا هو شرُّ المال في الدنيا أما شرُّه في الآخرة فشيءٌ تقشعرُّ منه الجلود وتتفتَّتُ لذكره القلوب فلنستمع عباد الله لسيِّدنا وحبيبنا المُصطفى صلى الله عليه وسلم يكشفُ عن صورٍ يعذِّبُ الله فيها أولئك الذين ضيَّعوا هذا الفرض ألا وهو فرضُ الزكاة الصورة الأولى عباد الله يُصوِّرُ لنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأكلُ زكاة ماله بإنسانٍ بائسٍ يوم القيامة تحوَّل مالُه إلى ثُعبانٍ مسمومٍ قبيح قبيح المنظر مُخيف أقرَع له زبيبتان يلتفُّ بصاحبِه ويعذِّبُه في وحشية القبر قائلاً أنا كنزُك أنا مالُك قال الله تعالى وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ هو خيرًا لهم بل هو شرٌّ لهم سيُطوَّقُولَ مَا بَخِلُوا بِهِ يوم القيامة أما الصورة الثانية عباد الله يُصوِّرُ لنا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بعدسته النبوية ذلك الإنسان البائس الذي تحوَّل مالُه إلى صفائحَ من نار يحرِقُ بها جبينُه وجبهته وظهرَه في يومٍ طويلٍ موحِش مقدارُه خمسون ألف سنة قال صلى الله عليه وسلم ما من صاحبِ ذهبٍ ولا فِضَّةٍ لا يُؤدِّ منها حقَّها إلا إذا كان يوم القيامة صفِّحت له صفائحٌ من النار فأُحميَّ عليها في نار جهنَّم فيُكوى بها جنبُه وجبينُه وظهرُه كلما بردَت أُعيدَت له في يومٍ كان مقدارُه خمسين ألف سنة حتى يُقضَى بين العباد فيُرَى صبيله إما إلى الجنَّة وإما إلى النار وهذا مصداقًا لقول الحقِّ سبحانه وتعالى يوم يُحمى عليها في نار جهنَّم فتُكوى بها جباهم وجنوبُهم وظهورُهم هذا ما كنستُم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنِزون أما الصورة الثالثة عباد الله يُصوِّرُ لنا فيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وجبة مانِع الزكاة تيك الوجبة التي تتمثَّل في الزقوم والتي تتمثَّل في الضريع الذي لا يُسمن ولا يُغني من جوع جاءت هذه الصورة في ليلة الإسراء حيث رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قومٌ يسرحون كما تسرح الأنعام إلى الضريع والزقوم ورثَ في جهنَّم فقال صلى الله عليه وسلم ما هؤلاء يا جبريل فقال سيدنا جبريل عليه السلام هؤلاء الذين لا يُؤدُّون زكاة أموالهم وما ظلمهم الله وما ربُّك بظلَّى من العبيد عباد الله نظرًا لهذه الفتن والمهالك في الدنيا والآخرة التي كان سببُها عدمُ إخراج الزكاة شنَّ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في خلافته حربًا ذِدَّ المُرتدِّين حين رفضوا دفع الزكاة فقال رضي الله عنه وأرضاه قولته المشهورة والله لو منعوني عقال بعيرٍ أي خطام بعير كانوا يُؤدُّونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتُهم عليه وهو أولُ حاكمٍ أيها الأحباب حارب من أجل الفُقراء والمساكين ألا وهو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ولفعني وإياكم بالذكر الحكيم وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الحمد لله الذي جعل الزكاة ركناً من أركان الإسلام وأوجبها من مال الأغنياء طهرةً لهم من البخل والشُح والآثام ومواساةً لذوي الحاجة والأرامل والأيتام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القُدُّوس السلام جعل الإنفاق في سبيل الله تسكيةً للنفوس وتخفيفًا للآلام وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام أفضل من أنفق في سبيل الله فنال مراتب الجود والإكرام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد عباد الله فقد روى الإمام البيهقي في سننه عن سيدنا الحسى بن علي كرم الله وجهه ورضي عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حصِّنوا أموالكم بالزكاة حصِّنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرُّع فمن أراد أن يحصِّن ماله فعليه بإخراج الزكاة التي هي فرضٌ من فروض الإسلام أمرنا الله سبحانه وتعالى بها في القرآن وبين ذلك فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشِعون والذين هم عن اللغو معرِضون والذين هم للزكاة فاعلون وبين الحق سبحانه وتعالى حقيقة أهل الإيمان أنهم هم الذين يؤدُّون صلاتهم ويؤدُّون زكاة أموالهم تقرُّباً للحق سبحانه وتعالى فقال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذُكر الله وجلَت قلوبُهم وإذا تُليَت عليهم آياته زادَتهم إيمانًا وعلى ربهم يتوكَّلون الذين يُقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفِقون أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ هذا وأكثر عباد الله من الصلاة والتسريم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل لحظةٍ وحين لأن الله سبحانه وتعالى صلى عليه في كلامه القديم فقال تعالى وَلَمْ يَزَلْ قَائِلًا عَلِيمًا تَنْبِيهًا لَنَا وَتَعْلِيمًا وَشِرِيفًا لِقَدْرِ النَّبِيهِ وَتِكْرِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْنِيمًا اللهم اصلي على سيدنا محمد في الأولين وصلي على سيدنا محمد في الآخرين وصلي على سيدنا محمد في الملائي الأعلى إلى يوم الدين وارضَ اللهم عن الأربعة الخلفاء وميَّزين بعده بالرعاية والولاية والاستفاء ذو القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا وموالينا وآئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارضَ اللهم عن ستة الباقين من العشرة وارضَ اللهم عن من بايع نبيك تحت الشجرة وارض اللهم عن السبطين القمرين النيرين سيدي أبي محمد الحسن وسيدي أبي عبد الله الحسين وارض اللهم عن أمهما فاطمة الزهرى وعن جدتهم قديجة الكبرى وعن عائشة أم المؤمنين وعن أزواج الرسول أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يم الدين وعن معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أحينا على محبتهم وأمتنا يا مولانا على محبتهم واحشرنا يا مولانا في زمرتهم اللهم أنفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات وذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجل أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهنا وارزقنا قراءته آناء ليلة وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين نسألك بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه القرآن العظيم ألا تدع لنا في هذا المقام ذنبًا إلا غفرته ولا همًّا إلا فرّشته ولا دينًا إلا قضيته ولا مريضًا إلا شفيته ولا سائنًا إلا عطيته ولا كربًا إلا نفسته ولا ميِّتًا إلا رحمته ولا باب الخير إلا فتحته ولا باب لشر إلا أغلقته ولا عسيرًا إلا يسترته ولا صالحًا إلا نصرته ولا عدوًا إلا قسمته ولا تائبًا إلا قبلته ولا مسافرٍ إلا أرجعته إلى أهل يسانمًا غانمًا معافى ولا حاجة من حوائج دنيا وراخر لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بلطفمك وعافية اللهم احفظ علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام وجعلنا من الشاكرين الذاكرين لك آناء ليلة وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارزقنا شكر النعم والشعور بها اللهم ارزقنا شكر النعم والشعور بها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم النعم علينا كما أنعمت على أنبيائك وأصفيائك وما خصصت بأوليائك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم احفظ ما قلته أمرنا واجعل له البطانة الصالحة التي تعينه إذا ذكر اللهم ارزق السداد والرشاد وفق لخدمة البلاد والعباد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل بلدنا وسائر بلاد المسلمين رخاءً سخاءً يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربية اللهم اجمع كلمة المسلمين اللهم وحيد صفوفهم اللهم أعينهم على أعدائهم اللهم انصرهم كما نصرت سيدنا موسى عليه السلام وقومه اللهم انصرهم على أعدائهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أرينا عدلك عن قريبٍ في أعداء دينك وفي أعداء نبيك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا عليك توكَّنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فثنةً للذين كفروا واخفل لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفلنا والإخوان للذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلًا للذين آمنوا ربنا إنك رأوف رحيم عباد الله إن الله يامر بالعلم لسان وإتاء ذي القربى وإن عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكره على نعم يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة